لطلاب الشهادة الاعدادية لو سيادتك عايز تخش في مجال البرمجة وعايز تبعد عن مجال الثانوي العام فالفرصة جات لك لحد عندك طب ايه الموضوع وايه التفصيلات بتاعته معنا في الفيديو دوت فتابعوني ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيه لك كل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد بالطلاب الاعدادية العام الحالي 2020-2021 لو سيادتك نفسك تكون مبرمج فاكاديمية مصر الدولية تقدم لأول مرة في مصر والشرق الاوسط قسم برمجة تطبيقات الحاسب الالي بنظام ثلاث سنوات بعد الاعدادية بمنهج وشهادة دولية معتمدة من اكاديمية اوراكل العالمية ويحصل الطالب على الدبلوم التلمزة الصناعية باعتماد وزارة الصناعة اما عن شهادات خريج الاكاديمية يحصل الطالب بعد التخرج من قسم البرمجيات على دبلوم التلمزة الصناعية تخصص برمجة الحاسب الالي والمسمى الوظيفي الخاص به المعتمد من الوزارة فني مبرمج حاسب الالي اما قسم الحاسب الالي يحصل الطالب على دبلوم التلمزة الصناعية تخصص صيان الحاسب الالي وشبكات بعد التخرج يحق للطالب تبقى للقانون الجديد للمشروع الكليات التكنولوجية والتي تقبل من طلب الدبلوم التلمزة الصناعية والالتحق بالكليات التكنولوجية اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020 ويحصل الخريج على البكالوريوس المعني في التكنولوجيا هذا بالاضافة الى كثير من المعاهد الهندسية الخاصة وبعض المعاهد الحكومية ولو جميع معاهد الحاسبات والمعلومات بتنسيق التعليم الفني طبقا لمجموعة هذا بالاضافة الى كلية الهندسة بشرط اكتياز المعادلة من مجموعة 70% والنجاح في مواد المعادلة بـ 50% يعني سيدك لو حابب مجال البرمجة يبقى اعتقد الموضوع ده هينسبك ولو انت كمان عايز تخش كلية ما فيش مشكلة ممكن تخش الكليات التكنولوجية او ممكن تخش كلية الهندسة تعمل معادلة وتخش كلية الهندسة يعني المجال مفتوح لك وبعيد عن الثانوي العام هسيب لحضراتكم الرابط برضو بتاع صفحة اكاديمية مصر الدولية على الفيسبوك بحيث لو حضرتك برضو لك اي تساؤل او اي حاجة العنوان متاحهم 7 شارع محمود سام البرودي امام مبنى محافظة الجيزة الهرم الجيزة اما عن تقديم بقى وصحب الملفات سيادتك بتتواصل مع المدرسة فيه طبعا هتلاقي على الفيسبوك هتلاقي العنوان بتاعتهم المفصلة وهتلاقي في نفس الوقت تليفونات ممكن سيادتك تتواصل من خلالها والحقيقة الاكاديمية دي هي اول اكاديمية دولية فنية في مصر لتعليم البرمجيات والشبكات بنظام 3 سنوات بعد الاعدادية الحقيقة ممكن يكون طبعا الموضوع بتاع المصرفات عالي شوية ولكن الحقيقة اللي بيدور على مستقبل يكون ان شاء الله كويس يعني بياخد بالاسباب فاعتقد المجال ده مجال كويس جدا وعشان حضراتك تبقى عارف ان المدرسة دي بانين فقط نظامها 3 سنوات عشان سيادتك تبقى عارف وفيه ناس يا شباب بتسأل وبتقول لي يا مستر دلوقتي انا بعد الثلاث سنين يا طار هعمل ايه بص يا سيدي بعد الثلاث سنين لو سيادتك حابب تشتغل في مجال البرمجة هتشتغل ان شاء الله مفيش مشكلة خصوصا يا شباب ان المجال ده مجال مهم جدا وهو مجال المستقبل ان شاء الله فسيادتك لو عايز تشتغل في اي شركة في اي مكان مفيش اي مشكلة خالص انا بفوجة نظري بقى حاجة تانية سيادتك تكمل الدراسة خصوصا زي ما بقول كده ان المجال ده من المجالات الهمة جدا 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 فسيادتك تكمل تخش بقى بعد كده ان شاء الله لما تكمل الدراسة بتاعتك ممكن تخش كلية الهندسة تعمل معادلة وتخش كلية الهندسة او سيادتك ممكن تخش كلية تكنولوجية وده من حقك او تخش معاهد الحاسبات والمعلومات على حسب طبعا التنسيق بقى والدرجة بتاعت حضرتك فطبعا انا من وجهة نظري انك سيادتك تكمل التعليم يعني سيادتك تخش بقى كلية تخش معاهد اهم حاجة سيادتك تكمل وانا في وجهة نظري ان انت تكتهد جدا جدا تعمل معادلة تخش ان شاء الله كلية الهندسة وموضوع على فكرة المعادلة بتاع كلية الهندسة مش صعب ولا حاجة الموضوع سهل جدا بتاخد مواد معينة سيادتك بتحفظها كويس وتفهمها كويس وتذكرها كويس وبعد كده ان شاء الله تروح تمتحن فيها بيتطلب منك في المعادلة دي انك بس تنجح في المعادلة يعني ايه يعني تجيب خمسين في المية طالما سيادتك نجحت في المعادلة وجبت خمسين في المية يبقى من حقك تخش كلية الهندسة وكان معلش في سؤال تاني ناس بتسأل وبتقول يا مستر طب هو التخصصات بتاعت كلية الهندسة مسيادتك بقى بعد ما بتخش كلية الهندسة بتخش على حاجة اسمها اعدادي بعدها بيبتدي التخصص بتاع حضرتك في سنة اولى وانت طبعا طالما برمجة يبقى طبعا هتخش فيه التخصصات الجميلة بتاعت الحاسب الالي والبرمجة والكلام ده كله والحاجة ده على فكرة مفيدة جدا وان شاء الله مستقبلها زي ما بنقول جميل جدا انا ملوكي تنظر يا شباب وكل واحد طبعا لي رأيه يخصه والسيادتك ليك رأيك ان ده مستقبلك ان شاء الله اه شوف لو انت حابب هذا المجال غير السنوي العام انا اعتقد ان المدرسة دي من المدارس الكويسة ممكن تكون للمصاريف عالية شوية ولا حاجة ولكن الحقيقة احنا بنتكلم ان انت ان شاء الله بعد كده هتشتغل شغل كويس ومستقبلها ان شاء الله هيكون كويس سيادتك بيت اجتهد في المدرسة بتخلص المدرسة تعمل معادلة بعد كده تخش ان شاء الله كلية ودي طبعا هتبقى حاجة كويسة جدا وحاجة مميزة ليك جدا ان شاء الله واحد بيقول لي يا مستر طب احنا دلوقتي لو مثلا انا بعد ما خلصت تلات سنين وعملت معادلة ومنجحتش فيها طبعا يحق لك انك تعيد المعادلة دي السنة اللي بعدها تقدم تاني مفيش مشكلة وسيادتك برضو ممكن تعمل حاجة جميلة جدا لو انت لقدر الله منجحتش في المعادلة سيادتك ممكن تخش عادي معهد سنتين تكتهد في سنة تانية وبعد ما تكتهد في سنة تانية يحق لك انك ان شاء الله تخش كلية الهندسة حتى المعهد السنتين لو سيادتك مكتهدتش فيه او حصل ظروف وما دخلتش كلية الهندسة على طول من حقك برضو انك تعمل معادلة ويبقى لك الحق ان شاء الله ان انت تخش كلية الهندسة فالمجال مفتوح لك يتبقى عليك الايه يتبقى عليك انك تكتهد كويس جدا وتشد حيلة والمدارس كتير والاختيارات كتير اما حاجة شوف حضرتك عايز واستشير طبعا ما له خبرة في الامر استشير والدك والدتك استشير حد من قريبك استشير حد تعرفه من المدرسين واخد بال حضرتك يعني اهم حاجة سيادتك استشير وصلي صلاة استخارة كده طبعا قبل اي شيء واختق الخطوة وتوكر على الله واعتقد المجال مفتوح قدام حضرتك ربنا ووفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى هسيب لحضرتكم الرابط بتاع قناة مستر احمد علي المصري لان عليه مدارس كتير بعد الاعدادية وفي ناس كتير للاسف ما تعرفش معلومات عن هذه المدارس وبعد كده ممكن تندم انها ما عرفتش هذه المعلومات لانها كانت ممكن تختار مدرسة من هذه المدارس فهسيب لحضرتكم الرابط بحيس حضرتك يعني تتجول كده وتشوف المدرسة المناسبة لحضرتك فيها شباب مدارس دي المدارس التطبيقية مدارس التوشيب العربي مدارس السويدي فيه مدارس كتير مدارس تغبور بتاعت السيارات فيه طبعا مجال التمريد فيه المجال العسكري المدارس العسكرية تمام كده يا شباب اهم حاجة سيادتك تبقى عارف بالزبط الخطوة اللي انت هتخطوها ايه وربنا يوفقك يا شباب ان شاء الله وكل واحد ينول اللي يتمنى كان معكم مستر احمد علي وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته